بسم الله الفتاح العليم والصلاة والسلام على رسوله الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أزو الأسلام ومرحبا بجميع من التحق بقناة بيبا بيباتو حبيباتي اليوم بإذن الله حنحضر وصفتين الوصفة الأولى هي برغل بالخضر على الطريقة التركية جي لذيذ جدا والأهم من هذا الشيء النصحي ومفيد للجسم التانى أما الوصفة التانية فهي محبوب الجزائريين اللي هو سردين بالدرسة مقلي إيجي من أرواع وقلل ما يكون إذن حبيباتي شوفوا البرغل تعيجي ما شاء الله لحبا فلفل روعة إذن ما نطوش عليكم ويلا نبدأوا في تحذير الوصفة الأولى اللي هي البرغل التركي أدينا بسم الله في اون كاسخول ولا اون مغميت المهم حاجة في هغطا نديرو كمية من المغغين والزيت نخلطهم جيدا ونضيف عليهم البصل والفلفل الأحمر والفلفل الأخضر مقطعين إلى قطع صغيرة نديرهم كامل ونحرقهم عكدا نديرهم شوية الملح ونغطيهم ونخليهم يدبالوا على نار قليلة دايما ومن داك من داك نجي نخلطهم ونحرقهم باش ما يتحرقناش وما يلسقناش فالا وهنا يا حبيباتي بعد ما تبالي البصل والفلفل كامل اهنا نضيف عليها البرغول البرغول انا يا غسلته بالما سخون عدة مرات ومبعد قطرته يعني نفس طريقة تاع الفريق كما ننقيو الفريق وللمرمز يلا ممشوز اهنا نخلطهم جيدا ونديرهم هنا يا لزي بيس أو التوابل واشترتكم اي بيس درت الكوركم الزنجابيل شوية قصبر مرحي وكمية مليحة من الكمون وفلفل اسود هذا وستعملتكم اي بيس فعلات وكان نخلطهم هاكدا ونضيف لهم الملح لاني في اللول ما ضفتش كمية مليحة تاع الملح باش ما يجينيش من السوس وانا كانت عندي حبيبة تاع الطماطم كانت طيبة بزاف اللو قطعتها الى قطع صغيرة ونضيفها ونزيد نخلطها معاهم تاني باش تتقل معاهم وتتلق المدية لها فعلات وانا ينضيف الهريسة الهريسة هادي اختياري تحبو مجيش حرامة تديروهاش ونضيف نصف ملعقة اكل تاع طماطم مصبرة دو مي كويرا سوب دو طمات كونسنتري ونخلطهم جيدان ونخليهم يزيدوا يتقلوا يتقلوا ويتلقوا جعل بنا ديالهم دو كان غطيهم فقط حبيباتي بالنسبة لبرغول انا استعملت كاس برغول كل كاس برغول بتلت كيسان ما سخون الماء لازم يكون فريمان سخون اعلا وهنا دو كان بدان مراق بسم الله نضيف كاس تلت كيسان ما سخون من كاس برغول وندلهم الهيل ونجمة الارض باش نسم فقط البرغول تاعي وهنا نديرلو لغطاء وما نفتحش كامل هاداك لغطاء الا بعد ربع ساعة بمعنى باش علاش ميتع الجنش لبرغول تاعنا وما نحركوش تاني فالا هادا ساعة امبوغطة دو كان هنا حبيباتي نحو نحضروا الدرسة بسم الله في هنغي سيبيون كون ترابيه تراس تاعتم نضيف عليها الهريسة الهريسة دايما اختيار اللي ما يحبوش الحار ما يديروهاش ندير ايضا ملعقة تاعة طماطين موصبارة ولا لا تومات كونسوندخي وندير هنالي زيبيس ندير الكمون كمية مليحة السردين دواه الكمون والتم ونزيد الفلفل اسود ونزيد ايضا العكري الحلو او فلفل احمر حلو او الحر ونضيف تخواك وياسوب دو واسان ووو تلت ملاعق اكل تعزيت والدرسة التاعنا نزيد لها الملح وسيبون راحي واجده دو كان نخلطها جيدا وانا من قبل كنت نقيت السردين ديالي وصفيتو وغسلتو ملحو وقطرتو دو كان ديرو في هاد الدرسة باش يتشرب هابيا تعرفوا السردين قد ما يقعد في الدرسة قد ما يجي بنين قالوا غانايا بعد ما نخلطوا هكذا جيدا نديروا ديغاك توموا في التلاجة التاعي ولا في الغفخي جيغاتو حتى الوقت وين انطيبوا ونوجدوا سوى اللاشا ولا الفطر كيما ندرتهم اللاشا فالادو كان عاودو نروحو للبرغل تاعنا نشوفوه هنا حبيباتي شوفو جيت واقي لها عشرين دقيقة هاكذا شوفو كيش هادي فوقعاتو لهاد اللابول درت بابي أبسوبون طفيت للنار ولا ورقة طهي ودرت لغطاء باش يتشربها على البوخر هاداك ولا لفابر ناجيت للسردين تاعي ندير المشطات تاع السردين حضيت شوية فارينا وراني ننمد السردين تاعي بعد ما درتهم مشطات فيه حتى نكملها هاد لا كونتيتي وانتو ما تحبو ديرو سميدو فارينا تحبو ديرو سميدو واحدو ولا فارينا وحدا دوكا بسم الله نروحو نقليو السردين تاعنا انا في مقلة درت الزيت بساح ما نكترش الزيت باش مايجينيش ميددم اهلو غنحت السردينة تتوي ولا المشيطات تتوي على النار تكون شوية قاوية باش مايتشرب الناش الزيتوي طيب محمرة الله الله شوفوا انا كين حطوجي واحدة الريحة ياخي تعرفوا السردين كيكون بالدرسة ديك الريحة ديالو ما شاء الله تبارك الرحمن فارينا دوكا نزيد نقلبهم على الجهة الاخرى ونحيهم كامل في طب سيفيه ورق شفاف ورق الطهي عفون باش يتشرب قاوية دا شوفوا هنا البرغل تاعي كيفاش تشرب قاوية دا شوفوا كيفاش يجا لحبة ما شاء الله تبارك الرحمن الاغفال هادو كنشوفوهم حبيباتي فوق طاولة التقديم شوفوا الوصفتين توعيجة وماشاء الله تبارك الرحمن ستقوني غير تحضروا البرغل بالطريقة التاعي والسردين غير تخلوا لدعوة خير وانا متأكدة من هادش الاغفال وهذا لحقنا نهاية الوصفة التانية ونهاية الفيديو تانا مبقى لي غير نقول لكم تهل الله في صحيحتكم مروحتكم والديكم وولدتكم الناس اللي تحبوهم ويحبوكم الى فيديو اخر او وصفة اخرى دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته